أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين والله صلي على محمد وعالي محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجارة وأحسن الله عزاءنا وعزاءكم بعزاء مليك السماء الضامن لأمة محمد صلى الله عليه وآله الاستنقاض من بحر الظلمات الموجد بشهادته مظاهره في الأئمة يفتح باب فيعلم ليغفر للناس لأن المرء إذا تعلم غفر له وبالعلم يصل الإنسان إلى مقام المغفرة ومن غير علم هو يسير فلا يزيده كثرة السير إلا بعدا رحمة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه أن كان معلماً وهادياً باعث تسعة من الأئمة في ذريته من حقيقته النورانية ليفطق للوجود مظاهر المغفرة ومظاهر النجاة ومظاهر التمسك بسفينة النجاة الصعود في هذه السفينة ليس صعوداً بدنياً بما أنها تخترق هذا العالم إنها صعود للقلوب إنها صعود للأفئدة لأن الفؤاد إذا صعد في ركب وهو هذا الركب في حقيقته علوم آل محمد يا كوميل خذ عنا تكم منا وهذه المعية وهذه المنية كما قال الله تعالى لرسوله ومن تبعني فإنه مني هذا الاتباع هو حقيقة أن يركب أحدنا السفينة وبحقيقة السفينة لا يصل إليها الإنسان دون معرفة الطريق والطريق قد كشفه حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ الزمن الأول من إعلانه ليوم الغدير أن الحق وطريق النجاة في دار الدنيا وفي دار الآخرة هي في ولاية علي وأهل بيته وقد بيّن لنا أن هناك ظلمة سوف يتجاسرون على مقام الولاية ليقطعوا للناس أملهم وسيرهم في النجاة وفي اللقاء وقد استخدمتهم الشياطين لحبهم لحب الشهوات والترأس كما كانت قريش في الزمان الأول وكما سوف تكون قريش في الزمان الآخر لأنه ورد عندنا وأكثر الأعراب يومئذ مع الدجال مع الدجال قريش التي تصدّت بكل أئمة الكفر فيها لحضرة رسول الله في ولاية أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين لترث من إبليس شيء من زهرة الحياة الدنيا فكان لها أئمة أولئك قد خطوا تلك الصحيفة وكتبوها وتعاهدوا أن لا يترك لهذا البيت شأن ولا يترك لهذا البيت أحد وقد خططت الأموية والعثمانية بالدرجة الأولى لتنفيذ هذا المشروع في الزمان الأول فاصطادت هند كبد الحمزة عليه السلام وكان الشعار فيها كما قال حضر السيد الشهداء لمروان عليه العائن الله إننا أهل بيت وأنتم اختلفنا في الله وتعادينا في الله فإذا كان هناك طريق لله هو طريق آل محمد عليه السلام وطريق للأبالس هو طريق آل أمية عليهم العائن الله وقال الله سبحانه وتعالى بهذا سيفتتن الأمة وبالتالي ستكون بين أيديهم الحكومات الظاهرة ليقتلوا فيها فيستحقوا بهذا القتل خزي الله الأكبر في الزمان الأول وفي الزمان الآخر هذه الظلمة التي تعهد سيد الشهداء صلوات الله وسلم عليها لإطفائها في الزمان الأول وأبقى لها من ملكها تسعة أشهر فحسب وليس ملك بل قتال وتشريد يأتي في آخر الزمان لأنه في أول الزمان امتحنت الأمة بملك آل يزيد وملك آل معاوية فصفت مع آل معاوية لقتل سيد الشهداء وبما أن القضية في الامتحان كانت من يقتل الحسين في أول الدهر ويخزل الحسين في آخر الدهر إذن سوف يأتي في آخر الدهر ملكاً أموياً وليس ملكاً يطول بل ملك تسعة أشهر فإذن الحقيقة كلها مرهونة في هذا البيت وفي هذا الخط مثل عنوان توحيد الله سبحانه وتعالى مثل عنوان اتباع حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث كشفت الآيات والروايات وأن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وكانت عنوان الولاية ميزان لقبول الإسلام والقرآن والتوحيد وكل هذه المنازل وامتحن الله سبحانه وتعالى الأمة جميعاً بامتحان نصرة مقام الولاية في علي بن أبي طالب وفي الحسن حتى وصلت إلى أعلى درجاتها وقد حشد لهذه المعركة مردت شياطين الجن والأنس بل الذي كان يواجه في كربلاء كل عالم الظلمات ومن كان له حق في حبسه بالزمان أطلقت يده على كربلاء كربلاء وسيد الشهداء قام بوجه كل هذه الظلمة ليحطمها ولم يأذن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه لحضرة أبي الفضل العباس أن يفني كل هذه الحقائق وأن كان قادراً ولكن كان لها شأن حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وبالتالي الإمام لا يعطي الآيات الله لأن في حقيقة الإمام هو عبد الله وهو يسير بمشيئة الرب نعم له وجود إلهي غيبي وله وجود إلى الناس ولذلك نجد أنه لو لا الحج لساخت الأرض بأهلها نجد بكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه لا يتصورنا أحد أن الإمام دوره فقط أن يعلمني هو شأن من شؤون البذل بل أن للإمام صلوات الله وسلامه عليه حقائق تكوينية لا يمكن على الأطلاق أن تنسلخ عنه وقد وجدت هذه الحقائق في إجماع الآيات الكرآنية والروايات والزيارات حتى أن آل محمد عليه السلام وضعوها في الزيارات حتى لا يترصد بها ومنها أئمة الكفر وأشياع الضلال من يريد أن يرسم لآل محمد عليه السلام بعدا ظاهريا في الملك هو إنسان جاهل في حقيقة الإمامة إن الله سبحانه وتعالى يكشف عن حقيقة الإمامة فيقول وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إن الله يكشف عن حقيقة الإمامة أنها تتنزل عليه ليلة القدر والملائكة والروح فلا يقضى إلا ما أمر ولذلك كانت هذه مخاصمة أولياء آل محمد مع غيرهم من المسلمين خاصموهم بصورة القدر إن آل محمد هم الشهداء على دار الوجود وعلى هذه الأمة لذلك قال الله سبحانه وتعالى وجعلناهم أمة وسطا وجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فهم عين الله التي ترى وهم يد الله ولولا هذه اليد وسكناها في هذا العالم نندثر وانكفأت الأرض كما تنكفأ السفن في البحار ولو رفع الحجة من الأرض ساعة لماجد بأهلها إذن هو له بعض غيبي مع الله وهو ليس تكليف إلى البشر وله حنان في تربية البشر وإيصالهم إلى تلك السفينة ليعودوا فيستنقذوا أنفسهم ولا يغطروا بملك هذا العالم حتى لو كانت أمبراطورية أموية تحكم من المشرق إلى المغرب إلى أقصى المغرب الكلام ليست في قيمة ما يملك الملوك عبر التاريخ من مرود وغيره قد ملكوا أكثر من هذه الأمة وإن الله سبحانه وتعالى قد وبخهم وإن الله سبحانه وتعالى أصلا لم ينظر إليهم الحقيقة في النظر هو مقام الإيمان أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر حقيقة الإيمان التي تعني طاعة لرسول الله وطاعة للأئمة عليهم السلام فيما أمرونا وحذرونا لأننا إذا كنا نمتلك خط الإيمان فإن خط الإيمان هو الذي يمكن أن يحسم كل تلك المعارك وكل تلك الانتصارات من بيده حجر داود يستطيع أن يسقط جالوت ولو كان جيش طالوت أهل لأن يدخل هذه المعركة لما أزاحهم الله ولما أفتنهم الله في أن لا يشربوا من هذا النهر إلا غرفة لذلك أيها الأخوة المطلوب من أهل الإيمان أن يثبتوا إيمانهم وحديثي هذا في هذا اليوم هو حجة على من لا يريد وتثبيت لقلوب المؤمنين وأفئدتهم لأننا نحن مقبلون كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند إشراط الساعة وعند آخر الزمان على فتن تجعل الحليم حيرانا ولكن هل كانت هناك رحمة إلهية من رسول الله ومن أئمة عليهم السلام نعم رحمة الإمام أنحذرنا كما قال أمير المؤمنين وإني أتحدث لكم عن هذه الأحداث لتعلموا مواقيتها فتتبعون ما أمركم لأنه شدة الظلم بآخر الزمان إنسان لن يرى وأمير المؤمنين والأئمة لم يتركوا شيء إلا وقد نصوا في استنقاذ المؤمنين أن لا تطبسهم هذه الظلمة حتى لا يعموا وبالتالي لا يكونوا جنودا للأبالسة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أقوام أبدانهم أبدان البشر وقلوبهم قلوب الشياطين وفي روايات الذئاب والعياذ بالله إذن كيف رحمنا سيد الشهداء ما هي رحمة الحسين الواسعة التي امتدت إلى آخر الزمان وفي بحر الظلمات لتستنقذ حديثي في هذه الليلة هو حديث عن الاستنقاذ من يد الدجال التي حذرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نتبعه وسيأتل إن شاء الله تعالى الحديث عن صفته في رتبة أخرى ما أريد أن أتحدث عنه في هذه الليلة هي أنه كيف يمهد إلى الدجال وكيف يوصل إلى الدجال إما أن نوصله قويا وإما أن نوصله ضعيفا فيسقط أكثر من سقوطه المطلوب أن لا يستحوذ على عقل ولا يستحوذ على فكر وهناك آلات للدجال يستحوذ فيها على العقول ويستحوذ فيها على القلوب والأفئدة ما هي هذه الطرق؟ كيف نستطيع أن نحصن مجتمعنا من أن ينقلب لأن حركة الدجال حركة ثقافية أكثر مما هي حركة سلاحية وجيش إن الدجال بين يديه جنود يعملون بتصوير الأشياء وإراءتها للناس على خلاف واقعها وسيأتل إن شاء الله تعالى الحديث عن ذلك مفصلا لكن كيف يمهد للدجال وبالتالي كيف نستطيع أن نقطع طرق الدجال أن يتسلط على القلوب أو أن يسقط أحد من سفينة النجاة وكما أوردنا ذلك عن أبي ذر رضوان الله تعالى عليه عن رسول الله إن مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا وغفر له ومن لم يركبها لم يغفر له وبالتالي هوى يا سيد الشهداء هل هناك سبيل لتستنقذنا من هذه الظلمة التي هي في آخر الزمان وهي أعظم الظلمات حتى أن سلمان يقول لحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو يكون ذلك يا رسول الله أو يكون ذلك يا رسول الله إلى رتبة يصبح المعروف منكر والمنكر معروف وقد ورد في الأحاديث أن المعروف هي ولاية علي ابن أبي طالب صلى الله عليه وسلم هي مش المهم إنك تقول إنه والله أنا شيعي أو مش شيعي أو عامي أو مش عامي ربما ترى عاميا يتبع ويحب أهل البيت ولا يبدي عليهم أحد وربما تجد من يحمل هوية شيعية هو أشد من المردة هو أشد من المردة في آخر الزمان سيطلقوا زمن حرب الجمل بس تعرفوا مين كان الجمل بحذ ذاته بحذ ذاته كان الجمل هو مارد من مردة الجن لعنهم الله عبدوه وأطلقوا عليها أنه ناقت الله وسجدوا له وقتلوا لأجله وكانوا عبدة الشياطين وفي آخر الزمان هناك أيضا كذلك الأمر عبدة للشياطين يصنعون لهم والعياذ بالله ما يريدون فيظنون أنهم باب للآلهة وهم مفتنون مفتنون بذلك ولن يصلوا إلى شيء غير الذي كتبه الله لكن الكلام على أيض من الله أجراها وأخزيه هذا هو الكلام هذا هو الكلام بقون تعرف أهل الناكثين بقون تعرف أهل الناكثين بقون تعرف القاصطين في أول الزمان وفي آخر الزمان هي فتنتين بس ديروا بالكم اللهم العن قتلة الحسين أول الزمان والعن خذلة الحسين في آخر الزمان يعني كما أطلقت في أول الزمان هكذا أمرده سيطلق في آخر الزمان هكذا أمرده انظروا في أي شيء تكونون الشياطين لعنهم الله تعالى هم أعوان الدجال لذلك ينادي فيهم إبليس أولياء أو الدجال أولياء إلي إلي فلا يبقى أحد من الجن والشياطين والأمرد إلا ويقوم بين يديه خادما من هون بلشت نعرف هوية الدجالين الذين والعياذ بالله يستخدمون الشياطين والشياطين لا يمكن أن تصنع شيء بغير إذن الله لا يمكن أن تصنع شيء فكيف بمن تحصن بولاية آل محمد صلى الله عليه عليهم أجمعين فكيف لأن الذي ضرب الجمل هو الحسن والحسين وأحرقوه وهذه حاضرة لآخر الزمان أيضا ولن ينتصر أحد بشيطان ولن ينتصر أحد بشيطان من يملك الراية لن يكون مهزوما نشرت في حرب الجمل وهي تنشر في آخر الزمان أيضا حينما ترفع لم تنشر مذ أن طويت فافهمه يعني ما ينبسط كتير حطط له كم شيطان والعياذ وبالله وركب له كم جمل ونفكر حاله صار الله على كل حال عندنا نحن تمهيد للدجال تمهيد الدجال ما بيظهر دغري وبيجي الناس بتطيعوا وبتسجد له التجال عنده أدوات للظهور أدوات للظهور يخطط لها عشرات السنين حتى يصل إليها يخطط لها عشرات السنين حتى يصل إليها من أهم نتيجة لنسف الدجال التي تختلط الأمور إلى درجة عظيمة لأن أكثر أدباعه من أولاد الزنا والعياذ بالله وأصحاب الطيالس الخضر عندنا نحن مشاك عن أمير المؤمنين هذا ورد هؤلاء أولاد الزنا أي المنغمسون في الشهوات المنغمسون في الشهوات الخمور الحب الراحة حب التغني حب التمثل إلى غير ذلك ممن تنشده ما سنية هذا الزمان ممن تنشده وتمهد له ما سنية هذا الزمان عنوانها التحرر لكن هل تعلمون أول شرط من شروطهم أننا إذا أمرناك بالقتل هل تقتل؟ إذا ترددت بين أن يكون قتل مباح وقتل غير مباح فأنت لست أهل أن تكون خادما لك حتى الشيطان ما بيقبلكم حتى تسجد له بكل صنوفكم ليستخدمكم فيسقطكم ولا يغنيكم ولا يغنيكم لكن في آل محمد عليه وسلم تركوا الناس كل على راحة في من يحب حيث قال الله أن يلزمكموها وأنتم لها كارهون الحقيقة في النجاة هي حقيقة الولاية وإن لم تفعل فما بلغت رسالته التي ظهر فيها الحسين وكان شعاره خطة بالقلم رضى الله رضانا أهل البيت انتهى القلم الأزلي هذا هو الامتحان هذا هو الميزان هذا هو الميزان اعلموا أنكم سوف تمتحنون وخاصة في المستقبل اليوم بعد لحد تهلأ امتحانات تمهيدية لكن حقائق الامتحانات سوف تأتي في الزمان اقتراب آخر الزمان اقتراب آخر الزمان انتوا بشروطكم أنا اطلعت على كثير من الدراسات ومن كتب عن العصر الجديد وما يخططون له من ناس أهل اختصاص وليس من كتاب عاديين شعارهم وعنوانهم اطفئوا القلوب والعقول وشتتوا العوائل واقطعوا الروابط ليكون الإنسان عبدا خالصا فلا يعلم ولاية لغير آمريه وإذا كانت عائلته عائق في ذلك فافصلوا بين عوائله وأصدروا للناس عنوان حرية المرأة فيوقعوها في حب الشهواتها وما تتغنى حتى يفصلوها عن ذلك الرجل فتصبح هي عبدة لهم لأن مصالحها بأيديهم ومصالح الرجل بأيديهم وبالتالي الولد سيكون عبدا لهم تشتيت العائلة حتى فرجيكن الرسالة الإسلامية التي تلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الطارينية في وجه هذه الحقائق ما تفكروا هو لإجوا اشتغلوا من عول هو لإجوا أوحال الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخر في القول غرورة أوحال شو الطرق أوحال شو الطرق أفصلوا العائلة والأرحام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينبئ ويربي هذه الأمة أن الطراحم من قبل ولده رأفة وحنانا حطت عنه الذنوب من تواصل مع رحمه زيد في عمره ثلاثين سنة تغير التقدير على تثبيت هذه الحقيقة لأن هذه الحقيقة يستخدمها الشياطين لأن في هذه الحقيقة من الترابط الاجتماعي العائلة يستطيع الأب أن يكون سندا للإبن وإلا الإبن حينما يضعف لن يجد إلا الشيطان ملاذا له وإلا هذه الفرق ملاذا له فيذهب ويقتل ليبقى حيا بدأت خطة مسارعة الشيطان والأبالس في أوامر حضرة رسول الله وفي أوامر الله سبحانه وتعالى حيث قال الأرحام بعضهم أولى ببعض أول عنوان لتسلط والتمهيد للدجال أن يفصل الإنسان هويته عن أرحامه وخاصة إذا كانوا أرحام مؤمنين ينشدون الولاية نعم الله سبحانه وتعالى أمرنا إن لم يكونوا من أهل ولاية عشرهن أنه بمعروف داروهن بس ما أذن الله للانفصال الرحمي لخطورة التلاعب الشياطين في الانفصال الرحمي والسيطرة والهيمنة على العقول وتخفي وتخويفها أن تسقط فتلوذ بأربابها وهذا اللي صار سموه بالعالم الغربي الحضارة الجديدة والعالم الجديد لا يوجد فيه أم ولا يوجد فيه أب ولا يوجد فيه أخوة ولا يوجد فيه شيء أنت حر هي بالحقيقة ليست حرية هي خروجك من قيود الطبيعة البشرية إلى طبيعة شيطانية لا حدود فيها لا حدود فيها ولذلك عبدت الشياطين في آخر الزمان أن لا حدود لهم ما عندهم حد ليس لديهم حد انطلقت خطة الدجال للاستباحة لتحرير كل شيء حتى يدخل فيه هوافة يستحكم لأن العادات العائلية بويا لا تسوي هيك عاب بويا لا تسوي هيك الناس شو تقول بويا هناك لا بويا ولا يمة ما في شيء في خيال بيحكموا بالقوضة وبيحمل حاله وبيظهر أكثر عيبوا على الشاب إذا بلغت ثمانية عشر سنة أو عشرين سنة مش عيب عليك تعيش عند أهلك مش هيدا اللي صار بالغرب حتى فرجيكم التربيات ما كانت تربيات حضارية ولا لعالم جديد تربيات للاستخدام تربيات للاستخدام فيسهل حينما يختلي بنفسه فيسهل عليه من تأمين حاجاته إلى الناس أن يكون عبدا طائعا أن يكون ماذا عبدا طائعا ليه؟ لحاجته لتزديد الأجارات تزديد الفواتير لتزديد كثير من الأمور فإذا زاد الاستخدام رأبوا كل القوانين سوف تجدونها أو كل الأفكار من فرويد وغيره ديكارت وغيره التحرر الجنسي إلى كل شيء فرضوه هو للوصول للإستعباد هو للوصول للإستعباد لأنه إذا صار تحت كل هذا الضغط كل شيء بيسوي حتى يقدر يفلت ونقحوا وجملوا الصورة إلى أن هذا ابن بيولوجي وابن مش بيولوجي تمهيدا أن أولاد الحرام يحنون إلى الحرام يحنون إلى الحرام وكانت خطط لهم بكون تعرفوا ليش الدجالة بيجي الرومية وغيرها بيجي بألف ألف راية إلى هذه المنطقة بعد ما صار شيء وبيقتلوا وبيشردوا لأنهم أبن عن جد عم يتخطط لهم أن يكونوا أولاد حرام أولاد حرام وأن لم يشارك أحد في نسائهم فإن الشيطان قد شاركهم حيث يقول الله وشاركهم في الأموال والأولاد حصن هذا كله هو أن تكون في السفينة هو التخطيط طويل الأمد وما تفكروا تخطيط يوم ويومين التخطيط طويل الأمد جاءت الرسالة لتلغي عنوان الربا لأن بالربا تستعبد الناس وتخوفهم فتملكهم هي قصة ملك وعدم ملك كم من أمور تدمرت من وراء الربا كم جاءت الرسالة لتجعل جارك شريك في مالك ليس من من بات شبعانا وجاره جاء راجعوا الرسالة كلها يتأني اليوم لست في مورد بيان الرسالة سيأتي إن شاء الله تعالى معنا في الأيام المقبلة نحن يا أخوان ويا ناس والله ما عم ندعيكم لنزيد عدد أو نستحكم عليكم أو نكون سلطان عليكم خدوا هيدا العلم وروحوا حتى تنجوا ما منا شي ما منا شي منبر آل محمد ما بدوا شي من أحد كل الوجود مفتقر إليه بس الشرط تكون علوم آل محمد مش علوم غيرهم الشرط أن تكون علوم آل محمد مش علوم غيرهم خدوا لتنجوا أنتو حتى لو ما شفناكم هلأ الحمد لله بها الزمن في وسائل تواصل بيسمعك الواحد وبيقرالك وتبعت له الحديث وتبعت له الرواية والله لا تنجى أنت مو لشي تاني الشيطان قد كشف الله عن موجه وعن مخادعتك أنه يريد أن يسقطك لأغوينهم أجمعين يعني الهدف السقوط هو المدف مش الأعطاء نعم بيفتح لك المال وبيقودك للمال وبيلغي لك شوية ضغط بس عارف أن هتطلق مربدك حتى يصل وتستحكم الظلمة على القلب فيرفض المرء ولاية آل محمد عليه السلام وعلى هذا يصبح رئيس الدجالين رئيس الدجالين من هون رح أبدأ اليوم من هون رح أبدأ في عنا نوعين من الدجال في دجال يمكن أن يسقط أمامك لأنك عارف طرقه مؤمن أنت وملتزم لا بتروح لهيك شو بده الله ورسوله وأهل بيته عب أعمله في دجالين سيأتون في آخر الزمان بعد ما في حدا هلأ هيك ما أظن على كل حال ما بعرف إذا في حدا دجالين آخر الزمان يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إياكم والدجالين من ولد فاطمة فإنه يخرج إثنى عشر دجال من ولدها يصل بهؤلاء الدجالين أن يقفوا في وجه إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه أجمعين شعارهم مش الإباحية التي قالها الدجال لتستحكم الضلالة على القلوب بل شعارهم النفاق يقرحون الجباه من كثرة السجود يقرحون الجباه من كثرة السجود ويلبسون الخشن وفي بعض المرويات فقهاء وفي بعض المرويات فقهاء لكن لديهم بإمام الزمان وفي أمام الزمان ارجع من حيث أتيت لا حاجة لنا بك قد خبرناكم يعني المشكلة في الفرع وفي الأصل بس حتى يزبط الأصل مش رح يجي يدعي للإباحية التي يدعوها الدجال سماهن أمير المؤمنين إياكم والدجالين والدجالين أنا أتحدث عن لفظ الدجال فإذن خلينا نعرف الخطوط العامة حتى نعرف كيف نصير إمامنا الرضا صلى الله عليه وسلم يعتبر أن الدجالين أشد خطر أشد خطر من الدجال الذي يخرج بالخوارق وديروا بالكم هناك عرفاء كذبة في آخر الزمان في زمن الدجال لأنهم يستخدمون شعوذة ويستخدمون مردة الجن فيتصور الناس أنهم أهل كرامات حتى ينادون الحيتان السمك من البحار من النهر فيخرج إليهم وبيرقدوا العالم بقولوا الله يلعن الشاك هذا بي بيخرج السمك وهو بيكون شيطان عم بيستغله نحن مش مسؤولين فلان شو بيعمل وفلان شو بيعمل نحن مسؤولين أن دعوة توافق كتاب الله وعترة أهل بيتي فنحن على الحق تخالف كتاب الله وعترة أهل بيتي فنحن على الباطل إن شاء الله بتخرق السماوات النبليس ينادي في آخر الزمان ما بين السماء والأرض الحق مع عثمان وشيعته حتى يشكوا الناس في صيحة جبرائيل أنها من سحر الشيعة ما هي قدرات يعني شو خير يا تار المسؤول أنت عن الحق المسؤول عن الحق هيدا بيعرف وهيدا بيخبر وهيدا من الصالحين وانت بتنصب للي بدك يا صالح واللي بدك يا طالح الميزان هل هذا خير الناس هو من عمل بكتاب الله وعترة أهل بيتي خير الناس ومن تبعني من من رسول الله ومن أهل البيت هو من يتبع أهل البيت هذا هو الميزان هذا هو الميزان الميزان مجموع تراث آل محمد ومجموع كتاب الله سبحانه وتعالى لا زمخشري ولا غيره لا قالت الأمة إمامنا الرضا صلى الله عليه وسلم يقول أخطر من الدجال الذي كله هذه القدرات وهذا السحر وخدمته إبليس والجن والشياطين يصوروا لن الناس أنه يعيش في جنة حتى إذا قتله المهدي مع عيسى بن مريم رأى الناس ما وعدوا أنه حماره ليس بحمار ميل بل رأوا الناس أنه يركب حماراً عادياً فإذاً هو تلاعب بالأبصار اللي مش محصنة واللي بيكونوا مموسات وأولاد الزنا هو اللي رح ينخدعوا بالدجال أنتو يا جماعة الخير المقرخة جباهكم وفقهاء شو المنعكم عن آل محمد إذا هول حجبتهم هذه الأعمال أنتو شو حجبتكن يقولوا إمامنا الرضا صلى الله عليه إن ممن ينتحل مودتنا أهل البيت لأشد على شيعتنا من فتنة الدجال قال بموالاتهم أعدائنا ومعاداتهم أوليائنا فإذا كان كذلك لم يعرف حق من باطل ما حدا يمصد كلنا مقبلين على فتن نعوذ بالله منها وأنا بما أن الفتن هي فتنة الدجال وفتنة السفيان لأنه لنرابط مع بعضهم ديروا بالكم قال له من أحب عثمان أو نادى بشعار عثمان حشر مع الدجال شعار آخر الزمان من المغرب في نداء إبليس الحق مع عثمان وشيعة إذن هو مشروع هو انتماء هذه العثمانية سوف تصل إلى الكوفة سوف تصل إلى الكوفة وما تفكروا مش ممتحنة السفياني جند لها لكن حقيقتها آين من الدجال الأكبر ما بيمشي الدجال بلا لحية ومع خمور ومع إباحية مشروب لحية مشروب زهد مشروب تقريح مش هو الذي يخرج عليه لعائن الله السفياني ويتقنع الشعير خبز الشعير ويلبس الخشن تشبهم بمن من كان الذي يأكل الشعير خبز الشعير تشبهم بحضرة أمير المؤمنين صلى الله عليه لك مننا خدعة هو مش جاي حليق لحية لا من يظن أنه جاي حليق لحية أبداً مش جاي إذن الفتنة في الولاية هو مشروع جاي على المنطقة من كل الجهات للي بده إباحية سيقودوا الله مع الدجال واللي بده عنوان اللحية والمقرحة الجباه بس من غيري قال لي محمد حتى أني يصير الخليفة وأقعد واتمدد كيف كان يتمدد معاوية بالخفاء وأقعد أني والمجلس الرومية ما عندي مشكلة سيلحق إذن هي المسألة في الإيمان مسألة الدجال وظلمته والإيمان ونوره حتى تفهموا منين أجوا الفقهاء الذين يقرحون جباههم المقرحة جباههم ويشمرون ثيابهم لكل إنسان خدع بيجي الدجال بيجي أنت إنسان حر أنت إنسان عندك رغبات ما فيك توقف بوجه يا حقيقة أنت كل شيء مباح لإلك بيجي للتاني بيجي أني عندي وجهة نظر في فهم الإسلام غير القرآن سلي القرآن حسنا بصير ودي نظر على الله على الله بتوصل معه بس أنت سمح عليك شو هم تحكي أنا ما بدي رد عليك أنا بقل لك سمح عليك شو عم تحكي وبنمقه إنها عبر الأزمنة وإنها في فلسفة المقدري شنو إنها هولي يذبحهم المهدي صلى الله هول مرجئة آخر الزمان راجعوا الروايات إنه كل البشر مرجوة لأ الله ويلا مرؤوها وزبطوها وكل شيء زبطوه كل شيء زبطوه المهم أنا سلطان اسمهم برر الحديث أنا ما بدي أحكي عن هذا الموضوع اسمهم مرجئة آخر الزمان مرجئة آخر الزمان طيب إذن صار عندنا بالدجال وتعريفه يعرفه أمير المؤمنين أنا ما بدي أحكي من عندي التمهيد له ها تكليفنا نحن الشيعة كعوام يعني الأهل الحل والعقد أنا بيعرفوا كيف يتعاملوا عسكريا وسياسيا هذا مرجئ لأهلهم نحن منتحدث كشعوب هل هناك تكليف علينا أن نبني أنفسنا وعوائلنا ومجتمعنا لاستنقاض أنفسنا من أيدي الدجال الساحر ومن أيدي الدجالين السحر أيضا لأن خدمتهم مردت الجن خدمتهم مردت الجن لأن صفتهم من يريد أن ينكث بالولاية هو في حقيقته ما حرب الناكثين ما في شيء غير هول كما بدأكم ستعودون كما بدأكم ستعودون لذلك تكليفنا نحن مجالسنا أهل المنابر أهل الشعراء أهل اللطم عليهم تثبيت الخطباء العلماء اللي بيباشروا الناس مراجعنا الله يجزيون ألف خير هم يوجهون بالعناوين العامة للخطباء وأنا سمعت بعض مراجعنا الأعزاء أعزهم الله تعالى يوصون الناس إياكم وهي حديثة أن تتركوا ذكرى المقامات الإلهية والملكوتية والعرشية لأهل محمد لتثبت القلوب حتى ما تهتز قدرات دجال أو أجلق من الله شي ساحر مشعوز من دجالي ولد فاطمة بين هذه الحقيقة بين هذه الحقيقة جزاهم الله خيراً جزاهم الله خيراً وبفضل الله ونعمه نحن على هذه الحقيقة منذ سنين منذ سنين لأننا نعلم لن يثبت القلوب والأفئدة إلا سكن السفينة لكن فتشوا كيف تخرجون من السفينة وأنتم تظنون أنكم ساكنوا سفينة النجاة أنتوا حسبالكم لا حاجة لنا بك يا أحمق ياللي بتوقف على المريه وبتفكر حالك أنت واصل وانت ما شاء الله بلغت المنى من يذبح الشيطان أنت جند الشيطان من يذبح الشيطان يدك أم يد صاحب الزمان صلى الله عليه وسلام عليه أنت خلص من هوى نفسك مش شياطين الصغار إن في مملكة إمام الزمان صلى الله عليه وسلام عليه أنه يذبح الشيطان إنك من المنظرين إلى الوقت المعلوم وبإجماع الأحاديث أن الوقت المعلوم وظهوره إمام الزمان لأنه يقتل الشيطان فلا يجد هيكل يسكنه أنت بدأتكون بديل عن إمام الزمان أنتوا علمتم غاية غاية السير إلى لقاء الله هي أن تكون زعيم سواء دينة أو دنياوي وتتشكل بشاكلة الصالحين تتشكل بشاكلة الصالحين وهي أداته ضحكة واستعباد الخلق قاله محمد ما عنده استعباد خلق هو بيعطيك لا تروح تصلي أنت والله إمام الزمان بيجي بكرة من بيته سلام الله عليه بيروح بيصلي العصر بيجي عبيته أنه بالدولة في ناس اسمه قضاء حوائج الناس سواء كان رئيس وعسكري اسمه خدمة وقضاء حوائج الناس لكن هناك أقوام لبسوا التخشع من الدجالين وأرادوا بذلك أن يقطعوا ملك آل محمد ما منى هذه الطريقة منى نتبخطر مثل عبيد الله بن زياد بالكوفة وين عملنا مئة حساب فقهاء بتقول الرواية قد قرحوا جباههم من السجود يطلون كتاب الله هؤلاء سوف يتقولون على إمام الزمان كتاب الله ألم يأمركم الله سبحانه وتعالى أنه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لا يا رب نحن ليش نسألهم نعلم لو كنت بتعلم ليش اختلفت أنت والفقه الثاني والثالث والرابع والعاشر ليه ما في أبسط من إسقاط هؤلاء إذن معرفة الدجالين عندهم شعار واحد ارجع لا حاجة لنا بك وهو إلغاء الوجه الغيبي لحضرة إمام الزمان أنت مش بحاجة إله ما إذا رفع إجروا عن الأرض ساعة لما أجد بأهلي أنت مش بحاجة لإله بكم يمسكوا السماء أنتقى على الأرض إلا بإذنه هذه إجماع الروايات والزيارات إجماع ما بدي جيب رواية والله متفرد فيها الصدوق رضوان الله تعالى عليه أو الكافي أو غيرها لا من هلأ برايح ما رح أحكي إلا إجماع قد جربناكم واختبرناكم بشو جربتوا بشو جربتوا أنك ما ميزتني عملتني مثل مثل المسلمين جربتهم بعلي بن أبي طالب حيث قاتل على التأويل قاتل حتى لا ينبع عبليس وتكونوا بظلمة الدجال إذن عندنا فتنة الدجال وفتنة الدجالين رأس عنوان الدجالين رفضوا ولاية آل محمد أنه نحن منعرف ندير ارتاح يعني بعبارة أخرى اسمها المشروع وليس الشخص المشروع يعني معناته بني ثقيفة بني ساعدة التاريخي يا حبيبي مش رح ينعاد طمم بيلك رايح عذبح وتعلى أرالك يا هكيف حتى نزيل من أمام إمام الزمان نحن عوائق وما ينذبح حدا بسيف الإمام عم نقول هذا الكلام وإلا الانتصار جاي جاي بتؤمن ما بتؤمن هو لنفسك بتؤمن بتنجى ما بتنذبح وتنادى في الملكوت أنه قتل بسيف الإمام صلى الله عليه وسلم في عنا بقية الله خير لكم ألست أولى بالمؤمنين من أنفسك في عنا الولاي اللي ما ركبت بالتاريخ جاي تركبها لك بس إذا ركبت أول أمر بتذبح الشيطان وتنسف البحر الظلمات ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراها بدك تهدي أنت والظلم موجود كيف سواء ظلمة فلان وفلان أو الأموية أو العباسية أو ظلمة الدجال هي إلى حقائق تذوب الدجال بيصور للناس يا عم أنه جنة بين يديه والناس كلها بتشوفها أنت بدك تهديه بيجوع الناس ليصورلهم هاك والإنسان بس يكون جائع ويشوف الرغيف ما بيعد أني أبحتلهم أنت حرية واستقلال مش هيك بيقوله والتاني لا حاجة لنا بك يا ابن فاطمة ارجع من حيث أتيت إذن بالأصل هناك ذنب اسمه هذا مش من عقلاته هذا حدثتنا الروايات أنه لا يخرج المهدي حتى يكتب كتابان في البراءة من ولاية عليه كتاب في الكوفة وكتاب في البصرة وهو مشروع هذا الذي يمسي مؤمن ويصبح كافر لأنه إذا خلق إلى شياطين وأنعوه هذا الذي سوف يدخل السفيان إلى الكوفة ويقتل شيعة آل محمد على هيدا المشروع وهال الفقهاء هن أنصار السفيانة يدخل السفيانة وأصحابه وهن أصحاب السفيانة بيتمثلوا بشوية خشوع وبقرحوا الجباه بس لتعرفوا عنوانه سهلتلكم يا بتقولوا الرواي لا حاجة لنا بك يا ابن فاطمة أنا قتله اليوم يعني بعد في داعي شرح أكثر من هيك ما أظن نعم عن أمير المؤمنين عليه السلام إياكن والدجالين من ولد فاطمة فإن من ولد فاطمة دجالين ويخرج دجال من دجلة البصرة وليس مني وهو مقدمة الدجالين كلهم أول دجال بيطلع بيدعي والعياذ بالله هو من أهل البصرة من أهل البصرة وديروا بالكم توقعوا يا نفوس متعصبة وعميانة ويا تعول جماعات وأحزاب تجو تلبسوا على زوق هذا فلان دجال من يقل بكتاب الله وعطرة أهل بيتي فأنه من أولياء آل محمد من أولياء آل محمد من يلتزم بكتاب الله هذا مش كلامي هذا كلام رسول الله وعطرة أهل بيتي ويؤمن بولاية آل محمد ويتبرى من أعداء آل محمد هذا من أولياء آل محمد ما تسقطوا لأنه في ناس رح يسقطوا بالتهم لأخوانكم إمامنا الرضا كما حذر من الدجال ومن يقطع ولاية آل محمد إن ممن ينتحل مودتنا أهل البيت لأشد على شيعتنا من فتنة الدجال دعانا بنفس النكتة ألا يمزق بعضكم بعضا وألا سألت الله أن يعذبه في الدنيا أشد العذاب ويرده في الآخرة مع فرعون مش سالم القذف والتهمة وما أدري شنو وأسقاط الآخرين هذه مش من ثقافت من هون بتخرج أنت ما تشوف حالك بطل ويلا يعيد عم بتوزع شمال ويمين هذا مع أولياء إمام الزمان إن كان ملتز بكتاب الله عطرة أهل بيتي فهو من أولياء آل محمد وإن كان رافضا لمجموعة راث الروائة فهو من أعداء آل محمد من كان يقول بولاية آل محمد والبراءة من عدون فهو من أولياء آل محمد المهم الأصل يكون ثابت أنه يوالي أولياء آل محمد ويعادي أعداء آل محمد نعم عن الإمام الرضا عليه السلام قال يقول إن ممن ينتح المودتنا أهل البيت من هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال فقلت بماذا قال بموالات أعدائنا ومعادات أوليائنا بيعكس الآية بيصير أعدائنا هن إخوانه وأوليائنا هن أعدائه هن أعدائه لذلك ورد عندنا في الأحاديث أنه إذا ذكر آل محمد شمأز شمأز شيلني من هالسيرة كأنه خرج من بحار مظلمة وسفن مطلاطمة أنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر فلم يعرف مؤمن من منافق عاب أذكر الدجالين حتى أصل للدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمن من بحثنا في هذه السنة هو عن الدجال والدجالين وعن أمير المؤمنين عليه السلام يقول وإذا ذكر آل محمد تسود وجوههم كقطع الليل كأنما أخرج من بحار مظلمة أو سفن متطامسة هذا ما بدي شل هذا مش أنه بيرفض بس وليت آل محمد حتى ذكر فضاء الآل محمد ما بيرتضي ما بيرتضي في عنا اللي براسنا زعاماتنا على كل حال هيك بيتمهد لخروج الدجالين لأنه كما سيأتي معنا إن شاء الله إن الدجالين بيقولوله ارجع لا حاجة لنا بك أليس بالفضاء الذكر بكم يمسكوا السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه أليس بالفضاء الذكر لو لا الحج لساخت الأرض بأهلها أليس بالفضاء وأنه لا ينتفع به الناس كالشمس وأن ظل لها السحاب أليس هذا كله ما هيدا حكوا حتى ما تقوله ارجع لحاجة لنا بك لأنه إذا بتعرف الوجود كله مرتبط فيه من بركته ما راح تقوله هالكلمة إذن نحن تكليفنا أن نمنع خروج هذه الكلمة أن نمنع خروج هذه الكلمة لأنه هذه الكلمة سترديك في الدنيا بسيف الإمام وفي الآخر عذاب لاش لا يشم رائحة الجنة خلص في جهنم خالدا فيها لا يقتل إلا كافرا وللأسف هولي كفروا بإنكار أنتوا بتقولوا من أنكر الصلاة في كتاب الله كافر بإجماع المسلمين حينما تظهر الولاية وبزمن المهدي ساعتها ملزمة الولاية مش ملزمة ملزمة بالغيبة للنعماني عن أبي عبد الله عليه السلام عن جعفر ابن محمد عن آبائه قال زاد الفراط عليهم السلام جميعا قال زاد الفراط على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فركب هو وابناه الحسن والحسين فمر بثقيف فقالوا قد جاء علي يرد الماء تؤمنوا أنه هيدا بيرد الماء وبيطلع وبيشت وبينزل وبيسو فقال علي عليه السلام أما والله لأقتلن أنا وابناي هذان أو ليبعثن الله رجلا من ولدي في آخر الزمان يطالب بدمائنا ولا يغيبن عنهم تمييزا لأهل الضلال إذن الغيب شو هي ما نشوفه لان بيقول بولايتنا ولا ما بيقول بولايتنا هذا هو السر تمييزا لأهل الضلال رح ادي إلى مستوى أي حتى يقول الجاهل ما لله في آل محمد من حاشا شنو الله لا عاملهم الله مو محتاج عم يروح هيك بدو ينقال هيدي شو سرة مردة إلى إنكار الفضائل كل شي عم يتجه إلى عنوان الفضائل الذي حده الأدنى الطاعة حده الأدنى مش لا حاجة لنا بك يا ابن فاطمة بيوصل الجاهل بالتمييز شو بيقول ما لله مش ما قلي حاجة الله ما قلو حاجة فيهم حاجة تركبونا هيدا الأمور هيدا التأخير كان امتحان لا تحكي بس الكلمة يعني من النعال وهيت شي قتل مش هيك يقولها بالإرشاد عن أبي جعفر في حديث طويل أنه إذا قام المهدي صلى الله باللفظ المعهود صلى الله عليه وآله سار إلى الكوفة فيخرج منها فيخرج منها بضعة عشر ألف نفس يدعون البترية يدعون من؟ البترية البترية الذين لا يرون بأسا في الأول والثاني هذا معروف في الرواية عليهم السلاح جماعة مش إنه بس فكرية حركة فكرية لا حركة مسلحة لأنه بعد الأمور رح تختلط كتير وبعد وقت اللي بتيجي الروم وبعد الكردي وقت اللي بيقوم وبصير يختلط بالعراق وبينزل بيسكن الكوفة وبصير مجامعة قاتل الروم بتوصل للرومية وبينزل على إسطنبول على أساس قاتل الروم حينما تسخط أمور ما صار شي أنا قلت لكم بعد ما صار شي بس أنه أيام وإن شاء الله بتشوفوا كل شي أيام وإن شاء الله بتشوفوا كل شي الله يعجل لوليه بالفرش فيقولون له ارجع نعم هوا البترية الشاكين في السلاح عليهم السلاح فيقولون له ارجع من حيث جئت لا حاجة لنا في بني فاطمة فيضع فيهم السيف حتى يأتي على آخره ثم يدخل الكوفة فيقتل بها كل منافق ومرتاب فإذا من هو المنافق الذي يقول ارجع من حيث أتيت لا حاجة لنا نحن منعرف نحكم منعرف نزبطها رتاح أنت ما تخرب لنا المشروع ما تخرب لنا المشروع حبيب المشروع مش رح يركب رح يفوت ع بيوتكم ويقتلكم يجاي يطهر الأرض يجاي يدار الزلم ويهدم قصورها ويقتل مقاتلها حتى يرضى الله عز وجل آن طبعا في الرواية بيقول له كيف يعلم أنه يرضى الله بيقول له الإمام سلام الله عليه يوحي إليه أن أم موسى أوحى الله إليها أنقض فيه في اليم وهو أفضل والله بيوحي للنحل هو أفضل من النحل هو إلى غير ذلك ليس موطن بحثنا في هذه الليل وعن أبي عبد الله عليه السلام قال يقدم المهدي باللفظ المعهود عليه السلام حتى يأتي النجف فيخرج إليه من الكوفة جيش السفياني وأصحابهم أصحابه من الكوفة مين لابد أنهم من من يقول لا حاجة لنا بك لأنه السفياني مشكلته مع الإمام لأنه بيكون صاحب حلول للمنطقة والحجاز والشام والعراق وأصحابه والناس معه أكثر الناس بالكوفة معه من يأتيني برأسي شيعي من شيعة علي فله ألف دينار ترى أنت وين أنت وين مو بدولة شيعة علي ابن أبي طالب على كل حال بعض الناس كتير رح تفتتن لكن آمل من الله أن تكون مساء السير في هذا اللطم وفي هذا القيام والعزاء قد شملنا منه رحمات خففت هذه الأمور والناس معه وذلك يوم الأربعاء فيدعوهم ويناشدهم حقه سلام الله عليه ويجيرهم ويخبرهم أنه مظلوم مقهور صلى الله عليه مظلوم مقهور لأنه بيجي مش عسكري بيجي إنسان داعي لأنك أنت رح تفتتن بهذه الحقيقة أنت بتنصرها أو ما بتنصرها حتى تستحق نار حتى تستحق جنة ويقول من حجني في الله فأنا أولى الناس بالله إلى آخر ما تقدم من هذه فيقول من حجني في آدم من حجني إلى غير ذلك إبراهيم شو بيقولون له فيقولون له ارجع من حيث شئت من السفياني بيكون فيهم وأولا بيجي بيبايعوا السفياني بقول له طب أنا معك وقت اللي بيشوف ناس تانيين بيش حاول يزبط حاله معه بيبايعوا لكن بني كلب هن بيرجعوا شو عملت بعد أن كنت أميرا أصبحت مأمورا هذه قصة تاني ارجع من حيث شئت لا حاجة لنا فيك قد خبرناكم وين خبرته إمام الزمان وين خبرته واختبرناكم فيتفرقون من غير قتال فإذا كان يوم الجمعة يعاود فيجيء سهم فيصيب رجل من المسلمين فيقتله فيقال إن فلانا قد قدل فعند ذلك ينشر راية رسول الله قالت لكم مش محتاج حدا إمام الزمان منه محتاج حدا فإذا نشرها انحطت عليه ملائكة بدر فإذا زالت الشمس هبت الريح له فيحمل عليهم هو وأصحابه فيمنحه الله أكتافهم ويولون فيقتلوهم حتى يدخلهم أبيات الكوفة وينادي مناد أن لا تتبعوا موليا ولا تجهزوا على جريح ويصير بهم كما صار عليه يوم البصرة يعني هول يوم البصرة من كان في ناكثين يعني كان في الجمل اللي هو مردت كان في عباد الشياطين كان يزجوا للجمل يزجدوله وهو عفريت من عفريت الجن بدلائل الإمامة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث عن ظهور المهدي عجل الله فرجه ويسير إلى الكوفة فيخرج منها ستة عشر ألف من البترية شاكين في السلاح قراء القرآن هي بتوضحهم أكتر بعد فقهاء في الدين متفلسفين يعني وما قال علماء آل محمد الفقهاء قد قرحوا جباههم وشمروا ثيابهم بعض الأجلق الله الجهلة بيسيروا وبدوا يطبقوا والعياذوا بالله على مراجعنا للأطقياء هذا جهل لأنه هلأ رح يدعي شغله وعمهم النفاق كيف يكون منافق الواحد يظهر ولاية عليه ويشتغل كل شغله ضد ولاية عليه هذا النفاق مش سموا المنافقين لعدوتهم لأمير المؤنين في الزمن الأول مظبوط ولا لا مش لأجل هذا سماهم الله منافقين وكلهم يقولون يا ابن فاطمة ارجع لا حاجة لنا فيك هذا هو العنوان لابدوا يعرف من هو المنافق يعرف شعارهم لابدوا يعرف من هو الفقيه نعم في الدين قد قرحوا جباههم وشمروا ثيابهم للعبادة والاخترار يعرف هذا العنوان اذا بيقول نحن ما حفي حاجة لنا لإمام الزمان فاذا هو من هؤلاء اذا كان لا يتولى إمام الزمان ويدعو بالفرج لإمام الزمان في كل يوم يبكي إمام الزمان ان يأتي ليسنقذ هذه الأمة هذا من أولياء إمام الزمان انت اذا آذيت أولياء آل محمد انت رح تحشر معهم لهول حتى لو كنت بتقول بمقالتهم لأن في مغالين والعياذ بالله سيقتلهم الإمام المقصرة يلحق لكن المغالي لا يرجع نعم فيضع السيف فيهم على ظهر النجف عشية الاثنين من العصر إلى العشاء فيقتلهم أسرع من جزر جزور فلا يفوت منهم رجل ولا يصاب من أصحابه أحد ودماؤهم قربان إلى الله هو اللي بقوله شعانه شو لا حاجة لنا ارجع لا حاجة لنا فيك هو غير اللي قاله قد جربناكم هو الطائفة فكرية فقهائية تيناميكية واقعية الواقع وما أدري شنو صف عشر تلاف كلمة بكمال الدين قال خطب أمير المؤمنين عليه السلام فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وصلى على محمد وآله اللهم صلى الله عليه ثم قال سلوني أيها الناس قبل أن تفقدوني ثلاث فقام إليه صعصع بن صوحان هلأ ما نحكي عن الدجال أختم طبعا عن الدجال الماسوني الذي سوف يأتي وينادي أنا ربكم الأعلى شو وجه التشابه بين دجالين الذين يخرجون من ولد فاطمة وبين الدجال الأكبر الدجال الأكبر ماذا يقول أنا ربكم الأعلى أنا ربكم الأعلى ورد عندنا أن معنى ربوبية الدجال أنه يصنع لهم شريعة ودين هذا معنى الربوبية ورد إن شاء الله بيجي وقت بذكركم الحديث وجه التشبيه بالدجال للدجالين أكيد رح يخترعوا دين قد ضل عنه الجمهور ويأتي الإمام بدين جديد قد ضلوا عنه ما يعني بالأيام القادمة نحنا حديث آل محمد رح يرفض بالكامل رح يرفض بالكامل مش حديث آل محمد الإمام بنفسه أرجع من حيث قتيت له حاجة بدك تقعد بالكوفة تتعبدلك شوي لحالك وتكون بركة ما بيمنعش المجلس والمسجد اللي فيه الدولة أتقربش عليه واللي فيه الزعام الدينية ما تقرب عليه لأنه اللي بيفرضوه كما قلنا اتنين حملة السلاح والفقهاء المقرحة جباههم يعني الزعام الدنيوية والزعام الدينية بس العجب عم بتقول الملائكة أنصار أي فتنها أي فتن أي سواد نحن قالينا على أنفسنا أن نحطم ما يمهده الدجال والدجالين لإسقاط الناس في اتباع إمام الزمان اللي بده يمهد هذا هو التريق تمهيد مش فكرة بالخيال أنا بتخيلها وبصناعها تمهيد روح فتش بالروايات شو اللي بتزيح الهم والغم عن إمام زمانك بتكون والرواية بتقول لك يا فيش داعي أنت تخترعه لأنه قد تخترع فكرة تزيد الهم هم لإمام الزمان صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين عليه السلام يصف هذا الدجال أنا أطلوها بسرعة تمهيد للدجال الأكبر أمريكا بريطانيا إسرائيل الماسونية الصهيونية هؤلاء ليسوا مسيحية وليسوا إسلام وليسوا يهودية ولا ما أدري بعد إذا فيه شيء بوذية إذا كان إلون هؤلدين هناك فيه خط اسمه عبادة الشياطين اخترق اخترق المؤسسات سواء عند السنة وعند الشيء عند المسيحية وعند عند اليهود وعند الدنيا كالليات يعني فيه من يطلب إمام الزمان يدق صليبه ويحمل الضعفاء من النصارى بشكل إحنا مرة أرينا فإذا فيه مشروع هو عبادة الشياطين كما كان الناكثين وعبدت طريق الحق وبذلك أنا دعوتكم للتوجه إلى الحسين حصنا أن تتصلت عليكم الشياطين يبدو يشتغل بالشياطين يشتغل واللي بدو يروح عند ولاية أهل محمد يروح فحمد الله وأثنى عليه وصلى على محمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يقول فقام إليه صعصى بن صحان فقال يا أمير المؤمنين متى يخرج الدجال متى يخرج الدجال فقال له علي سلام الله عليه أقعد فقد سمع الله كلامك ليش يا أمير المؤمنين لقد قلت له أقعد فقد سمع الله كلامك أكيد في حكمة إلهية يعني أمير المؤمن أنني أجاوبك عن حكمة إلهية أنت سألت وهو جهة إلهية لأنه ينطق عن الله أوحى الله إلى أم موسى وأوحى الله إلى النحل ومن عنده قلم الكتاب أجمع مشاك أقول حق شو عمل لي يا نبي عميل لي لا يا حبيب لا عمل لك يا بس أنت قرأت في كتاب الله عز وجل ديروا بيلكم الدجالين بلا شو يطلعوا دخري بيقلك شو عمل لي يا الله هل تعلم أنه هي الصفة أنت بتنزه الله عنا أنه يكون هو لإله لك أنت الأسماء الإلهية بتنزه الله بتنزه الله أنه الله أكبر من الأسماء الإلهية حتى كلمة الله أكبر ما بيعرف بيلك لا الله أكبر من فلان هو الله شايف فلان يعني أنت تنزيهك وتسبيحك للعظيم وللعليب في الرقوع والسجود مش عم تفهم شو معناه وكماله تسبيحي نفي الصفات عنه أقعد فقط سمع الله كلامك وعلم ما أردت إذن أنت يا ولي أمير المؤمنين أردت شغلي فافهم نيال اللي بيفهم والله ما المسؤول عنه بأعلم من السائل يعني ما لم يعلمني الله أنا ما بيعلم لكن عم بيأكد له بهيدي كلام أنه الله عم بيجاوبك دير بيلك مش أنا اللي عم جاوب ولكن لذلك علامات وهيئات يتبع بعضها بعضا كحذو النعل بالنعل وإن شئت أنبأتك بها قال نعم يا أمير المؤمنين فقال احفظ فإن علامة ذلك يعني بل شخططوا الأولياء أمير المؤمنين وأصحاب صعصع رح يفهموا ليس رح يفهموا حدا من هيته احفظ فإن علامة ذلك إذا أمات الناس الصلاة كيف تموت الصلاة بيقول له مساجدهم عامرة بالناس وخالية من الهدى يعني أماتوا الولاية أماتوا لأن الصلاة هي طاعة أنه أنا بجد لك وبطيعك يا الله وسمعا وطاعم في طاعة فلان وما يطع الرسول فقد أطاع الله الصلاة اللي هي طاعة الله هي طاعة رسول الله يعني الولاية رح تموت على كل حال في فهم كتير كبير من هالرواية وجزاك الله ألف خير يا صعصع عن كل وليل آل محمد أنفرجت عنهم وأضاعوا الأمانة وبإجماع الروايات أن الأمانة هي ولاية آل محمد إنا عرضنا أمانة على السماوات والأرض قال عرضنا الولاية بإجماع التفاسير كمان هلا بيقول لك لا الله قال له للملك بتخبيله لفلان عندك أمانة وبتظل أغضامنة إذا رجع قال له لا والله أنا ما بقدر أحملها السماوات والأرض داش تحمل أمانة صندويشة لواحد يعني إن الله واستحلوا الكذب أول الكذب على رسول الله والأئمة عليهم السلام وأكلوا الربا ظبطوا حانهم مع هيك عالم ليمشوا مازيدة في شريعة آلم وأخذوا الرشا وشيدوا البنيان الغاية إيانا بنات وعنا وباعوا الدين بالدنيا واستعملوا السفهاء وشاوروا النساء وقطعوا الأرحام ليه لأن والله بقول له الأرحام بعضهم أولى ببعض أنا بديش فسر شي خليها مثل ما هي واتبعوا الأهواء ليقولوا له ارجع من حيث قتيت هيك عملوا كتير ناس من أرباب لباس ديني بيتبعوا الدجال الأكبر اللي بأصفهان حتى جماعته بصيروا يعملوا خوارغ بالشياطين على أساس أنهم أهل الحق ورد عندنا يسمون أهل الحق أهل الحق هني أهل الحقيقة ومعروف أن أولياء أهل محمد فإذن هم يتشبهون بالعرفاء الصادقين مش الكاذبين لأنه في عرفاء كذبة ليش قال في عرفاء كذبة أمير المؤمنين لأنه رح يجي ناس يشتغلوا بالشياطين سموا حالهم عرفاء عرفتوا ليش هيدا معنى العرفاء الكذبة وبعض السذج كان يتصور أنه كل إنسان بيتسوى عارف هو كاذب لا مش هيك أمير المؤمنين سعبوا لأنه أنا ممرئ بمحاضرات وعرفت معنى العرفاء أنهم عرفاء بديني آل محمد خونة ليش خان صور للناس أنها كرامة الله وخدمته الشياطين بما أنهم بديني مهدوا للدجال كل واحد بديني مهد للدجال عم يشتغل بالشياطين من آخرة وشياطين مرادة الجن وبيخدموها بيجبولها بيترؤولها بيسولها ماش بس كله بيذن الله وما هم بضرين من أحد إلا بإذن الله على كل حال والقراء فسق ليش فسق لأنه بيحل المعاني على غير معانيها وظهرت شهادة الزور واستعلن الفجور وقول البهتان والإثم والطغيان قد سمع الله مقالتك يا صوحان وحلية المصاحف وزخرزة المساجد عم يحكينا عن الدجال هو بعده عم يحكي عن المجتمع الإسلامي بعده عم يحكي عن المجتمع الإسلامي هول كلهم وقت اللي بيطمسوا بيقدر يطلع الدجال بيقدر يكون ألو أتباع إذا هول ما ركبوا ما بيقدر يطلع دجالين بتكون تقاتلوا الدجال منعوا هول بتكون تقاتلوا الدجالين منعوا هول ما تقطع ولاية آل محمد ما تقطع ولاية آل محمد ربما يصل تصل ولاية آل محمد تصير على بعض الألسن أنها وهم وهم الله عبيت وهم وقال لك وأن لم تفعل فما بلغت رسالتها عقل على كل حال وظهرت شهادة الزور واستعلن نعم الفجور وقول البهتان والإثم والطغيان وحلية المصاحف وزخرشفة المساجد وطولت المنارات وأكرمت الأشرار وازدحمت الصفوف واختلفت القلوب ونقدت العهود شو هو عهده شو العهد ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا وأن يعبدوني هذا سراط المستقيم قضى عليه هو السراط المستقيم هذا ليس كرآن واقترب الموعود وشارك النساء وأزواجهن في التجارة حرصا على الدنيا ليس للكفاف في ناس حرصا على الدنيا أنه نكون نحن إلنا الغلبة والسيطرة على المجتمع الإسلامي مش هيك بقولوله كله ما شاء الله بيحكي بالمجتمع الإسلامي والحضارة أنتو شفتوا حضارة جايكم للعصر الجديد بحكي الحضارة عملتوا زبالي حضارة أنتو أنتو شفتوا حضارة ليش أنتو والدجال أنت بإيده حضارة والروم أي حضارة بإيده رح يجي إن شاء الله كلام العصر الجديد حرصا على الدنيا وعلت أصوات الفصاق واستمع منهم الفاصق مسموع له المؤمن مش مسموع وكان زعيم القول أرذلهم وأطقى واتقي الفاجر مخافة شره وصدك الكاذب وأتمن الخائن واتخذت القينان والمعازف ولعنة ولعنة آخر هذه الأمة أولها وركبت ذوات الفروز السروج وتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء وشهد الشاهد من غير أن يستشهد وشهد الآخر قضاء لذمام بغير حق عرفه وتفقه وتفقه لغير الدين وآثر عمل الدنيا على الآخرة ولبسوا جلود الضأن على قلوب الذئاب مولانا وهيك لحية وبسمة قلب عم يترصد لك نعوذ بالله قلوبهم أنتنوا من الجيف وأمروا من الصبر فعند ذلك الوحى الوحى ثم العجل العجل خير المساكن يؤمئذ بيت المقدس هلأ أين بيت المقدس بحثتين وليأتين على الناس زمان يتمنى أحدهم أنه من سكانه فقام إليه الأصبغ بالنباتة ما بدي أشرح شو معنات هالكلام فقال يا أمير المؤمنين من الدجال فقال إن الدجال صاعد من الصيد فالشقي من صدقه والسعيد من كذبه أو هولي كل اللي حكيوهم قبل شو هن التمهيد لأنه قالوا إن لذلك علامات حط العلامات بك كنت قاتلوا الدجال إلغوا هالعلامات إلغوا هالعلامات ما يصير العهد عندك والأمانة لك إذا جاب صندويشة حتى عندك حافظه عليها منيح وانت خائن ولاية أمير المؤمنين ما يضحك عليك بليس بالصندويشة ويكذبك بالولاية بكنت مهدو هيدا التمهيد نعم والسعيد ومن كذبه ويخرج من بلدة يقال لها أصفهام من قرية تعرف باليهودية طبعا في دجالين كثر في دجال من شازستان بسهيدا الدجال الأكبر عينه اليمنى ممسوحة والأخرى في جبهتي تضيء كأن كوكب الصبح فيها علاقة كأنها ممزوجة بالدم بين عينيه مكتوب كافر يقرأه كل كاتب وأمي يخوض البحار وتسير معه الشمس بين يديه جبل من دخان وخلفه جبل أبيض يرى الناس رأبها الكلمة يرى الناس يعني كل اللي شايفينه هي صورة مش حقيقة أنه طعام يخرج حين يخرج في قحط شديد بيجوع ويقول لهم هذا الأكل وخلي حدا ما يتبعه تحته حمار أكبر خطوة حماره ميل تطوى له الأرض منهلا منهلا لا يمر بماء إلا غار إلى يوم القيامة ينادي بأعلى صوته يسمع ما بين الخافقين من الجن والإنس والشياطين يقول إلي أوليائي أنا الذي خلق فسوى وقدر فهدى أنا ربكم الأعلى فإذن هو عم يطلب الولاية العليا التي منها فطق كل شيء وكذب عدو الله إنه أعور يطعم الطعام ويمشي في الأسواق وإن ربكم عز وجل ليس بأعور ولا يطعم ولا يمشي ولا يزول تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ألا وأن أكثر أتباعه يومئذ أولاد الزنة وأصحاب الطيالس الخضر يقتله الله عز وجل بالشام على عقبة تعرفه بعقبة أفيق لثلاث ساعات مضت من يوم الجمعة على يد من يصلي المسيح ابن مريم خلفه إلهي بحضرة إمام الزمان اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا واعفو عنا ونجنا من الفتن من الدجال والدجالين والسفياني وغيرهم لارتباط كل هذا الظلم ببعض واجعلنا ممن يلين قلبه لإمام الزمان ويطيعه ويرضيه وارزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إليه لأنه لا نعلم قرب إليك من غيره فإنه سبيلك الذي من سلك غيره هلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته